تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 785 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 869 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 103 أطنان وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط قرابة 799 أطنان وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط أكثر من 57 طنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 10 أطنان من الأسمنت وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 955 قضية من بينها 205 قضايا خبز نقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات